إلى العراق حيث قتل 28 شخصا في هجومين استهدف موكبين جنوب بغداد في وقت قتل خمسة أفراد من عائلة واحدة في هجوم مسلح غرب العاصمة فقد فجر مهاجم انتحاري نفسه وسط مجموعة في إحدى الخيام التي تقدم الطعام والشراب للزوار الشيعة في منطقة الدورة جنوب العاصمة وهم في طريقهم إلى مدينة كربلاء فقتل 20 شخصا كما دهم مسلحون يرتدون زيا عسكريا منزل أحد عناصر قوات الصحوة في منطقة زيدان في قضاء أبو غريب غرب بغداد فقتلوه مع زوجته وأطفاله الثلاثة بحسب ما أوردت مصادر أمنية وطبية